في مستودع في وسط العاصمة الليبية تصطف حافلات حديثة في انتظار إيذان موعد تشغيلها لتقديم خدماتها لأكثر من مليوني شخص سيستفيدون من النقل العام الخدمة الغائبة عن طرابلس منذ نحو ثلاثين عاما وبالرغم من الظروف الأمنية جراء المعارك الدائرة جنوب طرابلس بين القوات الموالية للمشير خليفة حفتر رجل شرق ليبيا القوي وحكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة تسعى شركة السهم للنقل العام الليبية إلى إحياء ثقافة النقل العام داخل العاصمة بهدف تقليل الازدحام وتخفيف أعباء الحكومة في دعم الوقود وتم اختيار طرابلس لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع كونها تضم أكثر من ثلث سكان ليبيا اشتركوا في القناة